ويل راج جوليان أهلاً وسهلاً بكم شكراً على وجودكم معنا ويل تقدمون تكنولوجيا تساعدنا في تعزيز أدائنا وعيش حياة أفضل جوليان أنت تقدم تكنولوجيا لشركات الشاحنات التي تقود ذاتياً وهو يغير طريقة الأعمال في الصين وراج أنت تقدم الأموال التي تجلب هذه التكنولوجيات وتجعلها متوفرة لنا ويل أبدأ بك أهنئك استثمر رونالدو بشركتك منذ بضعة أيام وهو أحد السفراء في شركتكم ووب تقيس المعلومات الحيوية وتقول لنا متى ينبغي أن نتحرك نقيم الرياضة وأفهم متى يكون رونالدو عنده ووب أو غيره لماذا أنا يكون عندي سوار ووب؟ بالواقع من يرتدون سوار ووب ليسوا رياضيين معظمهم أناس طبيعيين مثلي ومثلك يحاولون فهم أجسامهم سوف نمضي ثلثة أو ربع حياتنا ننام أو على الأقل نحاول وإذن أولا ما تفعله ووب هي قياس النوم وتساعد على فهم هذا الصندوق الأسود في حياتنا نركز على التعافي ولدينا معلومات حول الضغط الذي أعتقد أنه يؤثر في أناس هنا في القاعة ربما أكثر من غيرهم هناك أساليب مختلفة لفهم جسم الإنسان وليكون عندنا فهم لكيفية الأداء أفضل بدأنا بالرياضيين في العالم والآن نتعامل مع مستهلكين عامين يقاربون ووب من أبعاد مختلفة في نهاية اليوم يمكن أن ندير ما نقيس إن اعتبرنا أن الصحة جيدة والصحة الجسدية جيدة يجب أن نقيسها قياس النوم هذا جيد بالنسبة لي جليان قلت أن بالنسبة إليك الـ AI الفعال يخلق قيمة للجميع أهنيئك في البداية لقد سجلتم رقما قياسيا مئة كيلومتر قادتها الشاحنات مئة مليون كيلومتر من قادتها الشاحنات من دون أي حادث ذلك يعني أن الطرق أكثر أمناً وذلك يبين أهمية ما تفعله ولكن كيف تضيف شركتكم القيمة للجميع شكراً ما نفعله هو أننا شركة تكنولوجيا تم تأسيسها منذ أكثر من خمس سنوات تركز على تكنولوجيا القيادة الذاتية للشاحنات عندما بادئنا اعتمدنا مقاربة نعرف فيها تطبيقاً للقيادة الذاتية للشاحنات أولاً يجب أن يكون هناك النظام القائد المساعد السائق المساعد وننتقل بعد ذلك إلى مرحلة القيادة الذاتية بالكامل وذلك سيتم بعد العام 2030 منذ الآن وحتى تلك المرحلة هناك مهلة زمنية طويلة وسوق كبير نركز على تطوير هذه التكنولوجيا تكنولوجيا القيادة الذاتية الجزئية ليمكن توفيرها في السوق هذا الرقم القياسي 100 مليون كيلومتر هدفه ذلك هناك مشاركة كبيرة في الصين أكثر من 200 شركة شؤون لوجستية كبيرة وصغيرة تستخدم تكنولوجيتنا في شاحناتها يومياً وقد تم تركيبها في سبعة نماذج وإذن إنها مشاركة واسعة النطاق تضيف قيمة فعلية للمستهلكين هذه المسافة 100 مليون كيلومتر هو انتشار أو هي مسافة فعلية وليست اختبار يمكن لأزبائن أن يوفروا خمسة إلى سبعة بالمئة على أساس الميل الواحد ويترجم ذلك إلى حوالي 12 إلى 18 شهر من عائد على الاستثمار وهذه المرحلة هي بين 12 إلى 24 شهراً في الشركات التي لديها أسطول شاحنات كبير سلطفتنا هي أن نخلق قيمة للمستهلك أن نعزز الأمن وأن يكون هناك قيادة مريحة للشاحنات يومياً هناك يقود السائق بين 10 إلى 14 ساعة مثلاً في اليوم والآن القيادة الذاتية يمكنها أن تغطي 90 إلى 95% من القيادة وبذلك يبقى للسائق 5% فقط وهذا إذن تحويل في القيادة بالإضافة إلى توفير الوقود هذا الرقم القياسي في الأمان مهم الراج أنتم تستثمرون في دعم الشركات التي لديها قدرة تحويل الصناعات أنا متأكد أن كل مؤسس يقول هذا ما ستفعله شركته أنا متأكدة أن ويل وجلين قالوا شركتهم ستفعل ذلك كيف أنت كمستثمر تقرر أين تستثمر أسمالك أي شركة تستحق استثمارك من الرائع أن أكون هنا في المنتدى بالرد على سؤالك أعرف أن هناك مستثمرين ورواد أعمال هنا وأعتقد أن المسألة متعلقة بمراحل الشركة من الأفكار إلى شركات لديها منتجات وشركات طرحت منتجاتها في السوق وشركات قيمتها مئة الملايين الإيجابة تعتمد على المرحلة في المرحلة الأولية يعتمد ذلك على الفريق عندما نستثمر في المراحل الأولية نبحث عن المؤسسين نرى إن كان لديهم خبرة في ذلك ولكن حتى في هذا الموضوع نقول إن شركات كثيرة نجحت مع مؤسس يعمل للمرة الأولى في المجال ثانيا ننظر إلى احتمال وقدرة التحول لأن هناك صناعات كثيرة ليست جاهزة لاعتماد التكنولوجيا وإذن نتأكد أن الصناعة في المرحلة المناسبة إن كان هناك منتج موجود نحاول أن نفهم كيف يتميز عن غيره وإذا كانت الشركة تبيع وتتوسع بالنسبة إلينا أو أفضل ما ننظر إليه هو الحفاظ على الزبائن الحاليين فهذا أكبر دليل على نجاح الشركة مدى وفاء الزبائن جليان أعود إلى الشاحنات وقيادة ذاتية الجزئية قلت أن ذلك يسمح بالاهتمام بـ 95% من فترة القيادة ولكن ما زلتم تحتاجون إلى الإنسان هل تعتقد أنكم ستصلون إلى مرحلة تكون فيها قيادة ذاتية بالكامل أتذكر أن إيلون موسك كان في الصين هل قابلته وماذا تعني زيارته للصين لشركتكم زيارة إيلون موسك نراها بعين إيجابية جدا بالرغم من أنها كانت قصيرة جدا واجتمع بمسؤولين حكوميين فقط إنها تبين أن مركبات تسلا تلبي كل متطلبات الترخيص في الصين ذلك يشكل زخما كبيرا للتسلا ويشير إلى أن الذكاء الاصطناعي قادر على العمل عبر الحدود وذلك يعني أن شركات من خارج الصين قادرة على التوسع داخل الصين وبيع منتجاتها ويشكل أساسا جيدا لتعاون عبر الحدود في عصر ذكاء الاصطناعي يمكن للناس أن يعملوا عبر الحدود من دول مختلفة ويمكنهم أن يتشاركوا ويتبادلوا البيانات بفعالية عبر الحدود مثلا هناك جي دي بيا وهذا النوع من البروتوكولات يعني أن شركات مختلفة يمكنها أن تعمل مع بعضها البعض ويمكنها أن تستفيد عبر أسواق مختلفة ويمكن للشركة معينة أن تستفيد من البيانات المتوفرة في جغرافيات مختلفة ننظر إلى ذلك إذن بإيجابية لا يمكن أن نتحدث عن ذكاء الاصطناعي عمليا من دون أن نتطرق إلى الخصوصية أنا أعتبر أن ذكاء الاصطناعي بتطبيقاته العملية يجعل حياتي أفضل ولكن أتساءل دائما كم المعلومات الخاصة بي متوفرة مثلا ووب يعرف كثيرا عني عن ابني الذي ينام يعرف عن عاداتنا متى يجب أن أقلق حيال خصوصيتي ومتى لا أقلق حيالها أعتقد أن المستهلكين يجب أن يقلقوا إذا البيانات والخصوصية شركات تكنولوجيا كبيرة استغلت البيانات وجعلتكم أنتم المنتج في ووب اعتمدنا مقاربة مختلفة حيث نشرنا مبادئ مرتبطة بالخصوصية تجدونها على موقعنا الإلكتروني نبين فيها لماذا نعتبر أن على المستهلك أن يتملك البيانات إن كنتم على ووب تستخدمون ووب فهي بياناتكم يمكنكم أن تتحكموا بما يفعل بالبيانات توافقون إن كان بإمكاننا مشاركتها مع الأطباء أو غيرهم ولكن في ووب لا نجعل المستهلك المنتج نحن نبيع الاشتراك وهذا هو منتجنا الذي يحقق لنا الأرباح هذه المقاربة مختلفة في خصوصية البيانات كيف تبنون الثقة مع المستهلك وكم من الوقت تمدون وأنتم تفكرون بالثقة يتم بناء الثقة بالثبات من الصعب بالنسبة لشركة التكنولوجيا أن تبين أو تعكس الثقة لأنه عليها أن تبني سمعتها وإذا بالثبات وبمجرد أنه لدينا رياضيين مشهورين ولدينا قادة مشهورين وزعماء في العالم يرتدون سوى رووب هذا يضيف إلى الثقة ليكون هناك هذه القاعدة من الأفراد يعني أننا نفعل شيئا جيدا من وجهة نظر الخصوصية وإلا لما يرتديها هؤلاء هل عرفتم أن رونالدو يرتدي سوى رووب بمجرد رؤية صورته غالبا ما نعرف أن شخصا يستخدم ووب عبر رؤية صورة له يرتديها ونحن نبني أو نضع منتج يستهدف الرياضيين ومن الجيد أن نراهم يستخدموه وكما قلت لدينا رياضيين لدينا مدراء تنفيذيين نرى سياسيين يرتدون السوار راج في مارس أنهيتم جولة جديدة من التمويل وهذه المرة كان عندكم استثمارات من شركات جديدة ومستثمرين الجدد عندما كنت تتحدث معهم إلى أي مدى كانت الذكاء الاصطناعي مهما بالنسبة إليهم الذكاء الاصطناعي يتصدر كل الحوارات ولكن لا أعتقد أن الناس يتحدثون بشكل محدد عن الذكاء الاصطناعي في صناعة التكنولوجيا لأن كل شيء يشمل الذكاء الاصطناعي بالنسبة إلينا كان هناك تراجع في التمويل والأسعار تراجعت منذ ذروتها في العام 2021 عبر التاريخ أفضل السنوات للاستثمار في فينشير كابتل كان السنوات التي فيها أقل استثمار صناعتنا عندما كان الجميع يتحدث عنها وعن التكنولوجيا هذه السنوات التي تسجل أعلى الأسعار وتكون أسوأ سنوات الاستثمار نحن في اليوم الثالث للمنتدى ونرى أن الابتكار يتم التطرق إليه أقل وإذن هذا يعني أنها أفضل لحظة للاستثمار ننظر دائما إلى محفظاتنا ونعتبر أن هناك استثمارات جديدة ستستغل هذه الفرصة وتؤسس لشركات النمو شهد ضربة صعبة خلال السنوات الماضية شركات حققت مبالغ كبيرة كافحة لجمع آخر جولة أو تحقيق آخر جولة من الاستثمارات لتحقيق الاكتتابات ونأمل أن يعاد فتح ذلك وأن تكون سنة 25 السنة التي نشهد فيها المزيد هذا ربما نتيجة الثلاث سنوات الماضية سنواصل التمويل قبل الاكتتاب وقبل أن تصبح شركات مدرجة جوليان أود أن أسألك عن موضوع هو التجارة وحروب التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين هل تخشى أن يؤثر ذلك في عملك؟ لسؤال هذا موضوع مليء بالتحديات نعم في الوقت الحالي على الأقل لا نختار تقديم المنتج في السوق الأمريكية بالرغم من أنني أعتبر أن التكنولوجيا قادرة على التوليد أو النسخ القيمة والنجاح ذاته ولكن عالمياً السوق كبير بما فيه الكفاية مثلاً تصلنا طلبات استفسار كثيرة مع اهتمام كبير من خارج الصين لأن التحديات التي واجهها العملاء في مجال اللوجستية عالمية في كل الاقتصادات هناك صعوبة في توظيف سائق شاحنة ومن الأصعب الحفاظ عليه دائماً موضوع السلامة المرورية والسلامة يشكل تحدياً كبيراً بالإضافة إلى زيادة الطلب على تخفيض الإنبعاثات وهذا كله عالجنا في تكنولوجياتنا الخاصة وفي نظامنا أولاً ما زلنا نركز على التكنولوجيا ونحاول تعزيزها بموازات ذلك نجعل نظام الذكاء الاصطناعي عندنا أكثر تقدماً وفعالية كما أننا نعمل على تخفيض كلفة النظام ليكون مقبولاً بالإضافة إلى التفكير في توسيع تكنولوجيتنا ووجودها في مناطق جغرافية مختلفة ولكن في هذه الأثنان ما ذرت أعتبر أن زيارة إيلان موسك إلى الصين إشارة إيجابية على أن الناس والشركات قادرين على العمل عبر الحدود في هذه التكنولوجيا القائمة على البيانات وتكاء الاصطناعي أحببت موضوع اليوم الذكاء الاصطناعي من الناحية التطبيقية عندما نتحدث عن التطبيقات لذكاء الاصطناعي نبني على فوائد الذكاء الاصطناعي وعلى تعزيزه بالإضافة إلى تحسين كلفته بجمع كل هذه المسائل مع بعضها تزداد التحديات أكثر من عندما نركز على ذكاء الاصطناعي فقط أرى أناس كثيرين يرتدون سوار ووب وأرى أخرين يرتدون سوار ووب وساعة أبل الذكية لماذا يرتدون الأثنين؟ وهل أنتم خلقون من المنافسة؟ وإذا كان أبل أن تفعل ما تفعله ووب فالناس سيختارون أبل؟ نركز في ووب على بيانات الصحة وأعتقد أن ما تفعله ووب ممتاز في مجالها ليس عندنا شاشة عالية الجودة ليس عندنا إختارات للرسائل وهذه الميزات الأخرى التي تلهي عن تركيز على جودة بيانات الصحة وإذا نركز على جودة البيانات المتعلقة بالصحة وأناس كثيرين يريدون أن يبتعدوا عن الشاشات لديهم ما يكفي من الشاشات فهنا كمان يرتدون ووب من دون أبل واتش وأخرون يرتدون الأثنين وأخرون لا يرتدون أي منهما ما ساعدنا على التموضع في السوق هو أننا نركز على البيانات بالإضافة إلى ذلك وضعنا جهاز استشعار يفيد عندما يتم استخدام مختلف الأنسجة ويمكن للناس إذن أن يرتدوا السوار أو أن يرتدوا ووب في أي مكان يسهل وضعه 24 ساعة سبعة أيام في الأسبوع المهم في البيانات هو البناء على مجموعة بيانات مهمة السؤال هو ما هي مجموعة البيانات الفريدة؟ برأينا أن يكون هناك بيانات مرتبطة بالصحة دقيقة على مدار الساعة هو ما يميزنا أعتقد أنه لدينا وقت لسؤال واحد راجع أعود إليك لأني أعرف أن تكنولوجيا المناخ مهمة بالنسبة إليك لقد وضفتم مسؤوليني للتركيز على المناخ عندما قرأت ذلك كنت أعاني في فهم التالي عندكم الالتزام بالمناخ ولكنكم أيضاً تستثمرون بذكاء الاصطناعي كيف توازنون بين الاثنين؟ سؤال رائع شركاؤنا في بي سي جي ينظرون إلى تأثير الذكاء الاصطناعي في المناخ يقال أنه بإمكانها أن يخفض الانبعاثات بالنسبة عشرة إلى سبعة بالمئة وفي ناحية البصمة فإن مراكز تشكل تستخدم طاقة كثيرة وإذن نحن نحاول أن نؤمن الطاقة المتجددة في المراكز مراكز البيانات سترون تغيراً كبيراً شركات تكنولوجيا كبيرة تعهد باستخدام الطاقة المتجددة أكثر وأكثر وستكون من أكبر أشهرين للطاقة في السنوات القادمة سترون أماكن مثل دول الخليج تحظى بأهمية كبرى لذكاء الاصطناعي من ناحية التمويل ومن ناحية تلبية الاحتياجات في الطاقة شكراً كان بإمكاننا إطالة الحديث ولكن انتهى الوقت أشكركم جميعاً شكراً